بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عدل الله فرجه الشريف جعلنا الله وإياكم من أنصاره ومن شيعته ومن المستشهدين بين يديه لا يزال الكلام حول بيان كيفية خدمة الإمام سلام الله عليه في زمن الظهور المبارك وهذه الحلقة إن شاء الله ستبين لنا طريقا من طرق خدمة الإمام في زمن الظهور ألا وهي التسليم لأقوال الإمام والتسليم أيضا لأفعاله الإنسان الذي يريد أن يكون خادما للإمام سلام الله عليه في زمن الظهور ويكون مصداقا لقول الإمام الصادق عليه السلام ولو أدركته لخدمته أيام حياتي يجب عليه أن يكون مسلما للإمام سلام الله عليه وهو في زمن الظهور المبارك يكون مسلما له في أقواله وفي أفعاله هذه الإشارة وهذا القول وردت الإشارة إليه في الكثير من روايات أهل البيت عليه السلام بأن الإنسان يجب عليه أن يكون مسلما للإمام المهدي عجل الله الرجل الشريف في زمن الظهور المبارك طبعا التسليم ليس فقط في زمن الظهور أو ليس فقط مختصا بالإمام المهدي عجل الله الرجل الشريف بل هذه الصفة صفة التسليم أهل البيت عليه السلام جعلوها من أعالي صفات المؤمنين أو الشيعة أو من أصحاب الإمام أولئمة عليه السلام أعلى صفات المؤمنين أو أنصار الإمام أنهم كانوا مسلمين لهم لذلك التأكيد كثيرا ما ورد في الروايات الشريفة حول التسليم لأقوال الإمام ولأفعال الإمام سلام الله عليه لاحظوا هذا الدعاء وهذا المقطع من الدعاء الوارد عن الإمام السجاد سلام الله عليه أنه يقول واجعلني من أتباعه وشيعته والراضين بفعله ليس فقط اللهم اجعلني من أتباعه أو من شيعة الإمام لا اجعلني من الراضين بفعل الإمام هذا طبعا تعليم للإنسان المؤمن بأنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى في زمن الغيبة بإضافة إلى أنك تدعوه إلى تعجيل الفرج تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أنصار الإمام وأن يجعلك من أتباعه وأن يجعلك من شيعته كذلك أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الراضين بفعل الإمام وهذه بدلالة المخالفة تعني أن هناك بعض الأشخاص الذين هم من شيعة الإمام هم من المؤمنين هم الذين يعتقدون بهذا الدين بهذا المذهب ولكن في زمن الظهور لا يكونون راضين ببعض أفعال الإمام هذا شيء طبيعي أنتم لاحظوا سيرة الأئمة عليهم السلام في جميع الأزمنة جميع الأئمة عليهم السلام انظروا في سيرتهم هل كان جميع الأشخاص الذين في زمنهم أو كانوا من أنصارهم أو كانوا من شيعتهم هل كانوا مسلمين للأئمة عليهم السلام لا لذلك تجدون بأن حواريين الإمام أو أصحاب الإمام الخلص كانوا لا يتجاوزون عدد الأصابع لذلك التسليم هو شيء ضروري فكما أن الأئمة عليهم السلام كانوا مبتلين بهؤلاء الأشخاص أيضاً الإمام الحج سوف يبتلى بهكذا أشخاص سوف يكونون من المؤمنين ولكن لا يرضون بأفعال الإمام سوف تصدر بعض التصرفات بعض الأفعال من الإمام وهناك بعض الأشخاص يعترضون عليه لا يقبلون لا يطبقون هذا الفعل أو لا يرضون بهذا الفعل أو عندما يأمرهم الإمام بأمر معين لا ينفذون له ما يريده هذه كلها من الأمور التي تنافي حقيقة الإمام وتنافي خدمة الإنسان للإمام أجل الله فرجل الشريف في زمن الغيبة لذلك تجدون بأنه في بعض الروايات المباركة بأن بعض الأشخاص سوف يأتون إلى الإمام في زمن الظهور ويقولون له يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك والعياذ بالله بعض المؤمنين بعض الذين يعتقدون بإمامة الإمام لكنهم لا يرضون بأفعاله يقولون له يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك هذه كلها من الأمور التي يجب على الإنسان المؤمن أن يضعها في نصب عينيه وأن يربي نفسه في زمن الغيبة على هذا الأمور بأن يكون من الذين يسلمون للإمام صلى الله عليه في أقواله وفي أفعاله كذلك ورد في هذا المجال في هذا المدلول عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية يعني لا تعتقد بأنه الإمام سوف يظهر في زمن من التطور من التكنولوجيا من هذه الشعارات الرنانة التي هي حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من المفاهيم الحديثة والتي فيها حرمة للإنسان بالشكل الظاهر أو على ما يبدو وأنه سوف يلاقي سهولة في نشر هذا الدين الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا قام الإمام سوف يعاني أشد مما عانى رسول الله صلى الله عليه وآله مع أن رسول الله بعث في أيام الجاهلية ولكن الإمام بعث في أيام التطور والحضارة ولكن مع ذلك الإمام سوف يعاني أكثر يقول لماذا قال له الفضيل بن يسار قلت وكيف ذاك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوطة وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به في زمن رسول الله هؤلاء كانوا عباد أوثان عباد أصنام لم يكنوا يعترضوا على أفعال رسول الله إما كان كاثرا وإما كان مؤمنا ولكن في زمن الإمام سلام الله عليه الناس مؤمنون ولكنهم يحتجون على الإمام بماذا يحتجون عليه؟ يحتجون عليه بكتاب الله تجدون مدى المعاناة التي سوف يعانيها الإمام سلام الله عليه مدى الأذى النفسي والروحي في الإمام أو عند الإمام سلام الله عليه هو خازن كتاب الله هو خازن الكتاب المصطور هو مفسر القرآن الكريم ولكنه يأتي بعض الناس ويحتجون على الإمام بكتاب الله يجعلون أنفسهم أعلم من الإمام سلام الله عليه والعياذ بالله الإمام يفعل بعض الأفعال يقوم ببعض التصرفات وأكيد أساسها في القرآن الكريم القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها فأساس تصرفات الإمام من القرآن ولكن يأتي بعض الناس ويعترضون ويحتجون على الإمام يا ابن رسول الله أنت كان من المفروض أن تفعل كذا والدليل هو فلان آية أو كان يجب عليك أن لا تفعل كذا والدليل كذا آية هذا الإنسان إذا فقد التسليم لأهل البيت فقد التسليم للإمام سوف يكون مصيره هكذا يعترض على الإمام يحتج على الإمام يناقش الإمام في بعض التصرفات كان من المفروض أن تفعل كذا كان من المفروض أن لا تفعل كذا والأعياذ بالله كذلك ورد في هذا المجال أنه كيف أن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الذين يحافظون على هذا الدين أو يحافظون على هذه العقيدة لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكثة ما شاء الله يبقى في الكوفة مدة معينة فيطيل بها المكثة ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها ثم يسير حتى يأتي العذراء وهي منطقة موجودة في سوريا هو ومن معه هو ومن معه وقد لحق به ناس كثير والسفيان يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا وهو يوم الأبدال سيأتي الإمام الباقر ويبين لماذا هذا اليوم سمي بيوم الأبدال طبعا معاني عدة للأبدال ولكن الإمام الباقر يشير إلى معنى يوم الأبدال ليس معنى الأبدال بشكل عام يوم الأبدال يقول يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفيان فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم ويخرج كل أناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال في الظهور المبارك عندما يلتقي السفياني مع الإمام سلام الله عليه في الكوفة أو في هذا الوادي ووادي الرملة في هذه المناطق التي سوف يلتقي جيش السفياني مع جيش الإمام سلام الله عليه الإمام الباقر عليه السلام يبين بأنه هذا اليوم يسمى بيوم الأبدال ما هو يعني يوم الأبدال يعني سوف يبدل أناس كانوا مع الإمام عجل الله فرجو الشريف ويبدلون دينهم ويصبحون من أنصار السفياني وكذلك أنصار كانوا من السفياني مع السفياني ولكن عندما يروا معاجز الإمام وحقية الإمام يخرجون من السفياني ويدخلون في جيش الإمام فإذا هذا الإنسان يجب عليه أن يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الذين يكونوا ثابتين على هذا الدين وأحدى طرق الثبات على الدين أحدى طرق الثبات على العقيدة أن يكون الإنسان مسلما الإنسان المسلم يكون بمنجاة من هذه من سوء العاقبة من التبدل في الدين التبدل في العقيدة بعكس الإنسان الذي يكون معترضا على أقوال الإمام وعلى أفعال الإمام كذلك تجدون بأنه وردت في هذه الرواية أو في هذا الدعاء عن الإمام الرضا عليه السلام قال وجدد به في جملة ما دعا به الإمام الرضا عليه السلام قال وجدد به ممتحى من دينك وبدل من حكمك حتى تعيد دينك به وعلى يديه جديدا غضا محضا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معه هذه أيضا من الأمور التي أشار إليها أهل البيت عليه السلام أنه لماذا قد يكون بعض الناس غير مسلمين في زمن الإمام هذه من أحد الأسباب لأن الإمام سوف يظهر لك الدين الحقيقي يظهر الدين الحقيقي للناس للعالم جميعا لاحظوا أنتم إذا قارنتم تعاليم الإسلام الحقيقية وقارنتموها مع أفعال المسلمين هل هناك تطابق؟ بالتأكيد لا الكثير من أحكام الله سبحانه وتعالى لا تنفذ على الأرض أو تنفذ بشكل خاطئ تنفذ بشكل غير الذي أراده الله سبحانه وتعالى بطريقة معكوسة أصلا لاحظوا أبسط مثال على ذلك الحجاب الحجاب الله سبحانه وتعالى فرضه في القرآن الكريم ولكن أنتم اذهبوا وفتشوا هذا العالم كلهم المسلمين منهم وغير المسلمين حديثنا حول المسلمين المسلم الذي يعتقد بالقرآن الكريم يجب عليه أن يكون محافظا على الحجاب المرأة المؤمنة المسلمة يجب أن تكون محافظة على الحجاب لأنها من الأمور الواردة في القرآن الكريم ولكن انظروا أنتم إلى نساء المسلمات هل أنتم أو نساء المسلمين هل تجدون بأنهم يحافظون على الإسلام يحافظون على الحجاب لا ويقولون لك أصلا الحجاب غير واجب الحجاب أصلا من الأمور التي هي من الأمور المبتدعة في الدين هكذا يحتجون عليك بكتاب الله أو يحتجون عليك بنفي هذه الأحكام يقولون لك الله سبحانه وتعالى لم يفرض الحجاب فالإمام عجل الله فرجه الشريف عندما يظهر يبين الدين الحقيقي الدين الأصيل كما أراده الله سبحانه وتعالى فبالتأكيد هذا الإنسان الذي يكون غير مستعد على تطبيق الدين على الالتزام بأحكام الله تعالى سوف لا يكون مسلما للإمام وهذا المثال تجدونه كثيرا الإنسان الإمام الحسين عليه السلام أشار إليه في يوم عاشرة يقول الدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت به معايشهم هكذا مضمون كلام الإمام الحسين سلام الله عليه بأن الإنسان المسلم الحقيقي لا يكون مسلما لكل تعاليم الإسلام إلا إذا كان مسلما حقيقيا إذا كان مسلما لأهل البيت عليهم السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله ولكن إذا كان هناك ضرر أو تعارض بين ما يريده وبين ما يريده الإسلام ما يريده الله تعالى تجد بأنه يطبق ما يشتهيه ينفذ ما يريده وما يريده الله لا يطبقه فهذه من أحد الأسباب بأن الإمام سوف يبين لك الإسلام الحقيقي فأنت إذا كنت مسلما للإمام اتبعته ولكن إذا وجدت بأن هذا الأمر فيه مضر لك فيه تعارض لمصالحك الدنيوية تجد بأنك تصبح غير مسلم له فهذه من أحد الطرق التي بيّنها أهل البيت عليهم السلام المهمة في كيفية أن تكون خادما للإمام سلام الله عليه عليه بأن تكون مسلما للإمام عجل الله فرجو الشريف في جميع أقوالك وفي جميع أفعالك جعلنا الله وإياكم من المسلمين للإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف في زمن الظهور وكذلك من الفائزين بشفاعته إن شاء الله تعالى في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين طاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة